عندنا الاندية الاخرى في الدوري المصري واندية الشعبية الكبيرة المتوجدة في الدوري المصري لازم برضو نلقي الضوء عليها من خلال المباريات في الدوري الممتازة النهاردة النهاردة الاتحاد يعني ما شاء الله بيحقق فوز مهم جدا جدا على فريق طلاع الجيش وكانت مباراة جميلة صراحة سيد البلد النهاردة تفوق في الشوت التاني بشكل كبير جدا من خلال اداء وتغييرات مهمة جدا لزوران المدير الفني لفريق الاتحاد وبيفوز بنتيجة 3 واحد دي نتائج النهاردة في الدور الممتاز النهاردة يوم للاثنين طبعا لسه عندنا مباريات بكرة وبعد بكرة في الدور الممتاز لكن دي المباريات النهاردة 3-1 للاتحاد السكندري ويفوز على طلاع الجيش المقلون العرب وفارقه وتعادل آخر لفارقه مع المقلون العرب 0-0 دي مباريات اليوم لكن خلينا اتكلم على مباريات الاتحاد وطلاع الجيش اللي كانت مثيرة جدا جدا ومباراة جميلة السيد سكندريا دائما بيبقى المباراة عليه ليها طعم مختلف وشكل مختلف أولا لحضور الجماهير الخاصة بنادي الاتحاد وليها طعم مختلف جميلة الاتحاد يعني عاشقة لفريقها وبتشجعه على مدار اللقاء بشكل مختلف يعني اللي شاف المباراة هيعرف قد إيه كان وقوف الجماهير خلف الفريق حتى بعد تقدم طلع الجيش الشوت الأولاني هو سر تفوق نادي الاتحاد في الشوت الثاني واحد سفر كريم طاري بيحرز الهدف الأول في ديئة 25 من الشوت الأول ثم شوت بينتهي شوت الأول وبعد التغييرات بتحصل عشان بس برضو وديدي حق الماتش بالكامل شوت الأولاني كان هجمة هنا وهجمة هنا وكان ماتش مصير في الشوت الأولاني ولكن التفوق كان لطلع جيش عن طريق كريم طاري والهدف الأحراز شوت الثاني الوضع اختلف بشكل كبير جدا لفريق الاتحاد وبعد التغييرات اللي حصلت وجود مبلولو وجود مجموعة من اللعبين كانت بتنزل في الشوت الثاني صبر رحيل اللي كان متفوق بشكل كبير جدا نهاردة في الجبهة اليسرى وايضا أستون أموتو اللي اتنين الفرودة دول مبلولو أستون أموتو يعني وحوش ما شاء الله عليهم العيبة أفرقى أعتقد أن الاتحاد عنده نوع من اللعبين المحترفين مختلف عن أندية أخرى يعني سواء مبلولو طبعا من السنة اللي فاتت وهو هدف الفريق ثم أستون أموتو القادم من النادي المصري وبشيء غريب جدا النادي المصري بيفرض في هذا الجسة البشرية القوية في كرة القدم والهدف لنادي الاتحاد ببلاش وبالتالي استغل زران هذه الامكانيات سواء بقى لمبلولو أو أستون أموتو مع صبر رحيل وميسي واللعيبة اللي موجودة متواجدة في نادي الاتحاد ومروان عطية اللعيب الهاي اللي في نص الملعب أنه هم يقدروا يحولوا الهزيمة إلى فوز النهاردة 3-1 فريق قوي فريق مميز فريق عنده مجموعة من اللعيبة سواب في الفريق الأساسي أو دكة البودلاء يقدروا أنه هم يعني يعملوا مباريات جيدة ويحولوا الهزيمة إلى مكسب النهاردة على استاد اسكندرية وبالتالي مبروك الاتحاد اسكندري فريقه والفوز النهاردة وأكيد فرحة كبيرة جدا لنادي الاتحاد اللي بيتصدر النهاردة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط 3 مباريات بتلت نقاط العلامة الكاملة حتى الآن لنادي الاتحاد ولو فضل بالشكل ده يعني الاتحاد طبعا نادي كبير وجمهرية كبيرة والأمور وعنده فريق زي ما بتكلم كده مجموعة اللعبين الموجودة هيلة جدا 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 طبعا أنا نسيت أن فيه عنده برضو صفقات جات زي محمود علاء موجود في خط الظهر خلت صبحي موجود بالتالي عنده فرقة محترمة تقدر أنها تنافس بشكل قوي جدا على بطولة الدوري والمنافسة بتيه كمان لأنه عنده جمهور كبير وجمهور عريض بيحب فريقه بيشجع بشكل مختلف وشكل خاص لجمهير سيد البلد جمهير الاتحاد السكندري اللي دائما يعني بنسعد بأداءهم الراقي في مباراة اليوم وبالتالي مبروك للحج محمد صالحي اللي أكيد طبعا راهن بشكل كبير على المزير الفني وأيضا على الصفقات اللي كانت موجودة في هذا الصيف لنادي الاتحاد السكندري ده كان جزء بس لازم نتكلم عليه بالنسبة للاتحاد السكندري النهاردة أمتعونا الصراحة سواء بقى برضو عشان نضحق طلع الجيش برضو طلع الجيش فريق محترم كابتن علاء عبدالعال عمل برضو مباراة جيدة وعجبني جدا كابتن علاء ما بعد اللقاء وإنه هو بيقول أن الاتحاد كان يستحق الفوز من خلال أداءه وده برضو شيء مهم وشهادة وروح رياضية عالية جدا من كابتن علاء عبدالعال إنه هو يثني على الفريق الآخر من خلال النتيجة ومن خلال الأداء اللي هو عمله الفريق الآخر وده شيء محترم يحترم فيه كابتن علاء عبدالعال طيب ده بالنسبة ليه مباراة النهاردة الاتحاد وطلع الجيش المباراة الأخرى المقانون العرب وفارقه يمكن ما فقاش أهدافه دائما الميدة ويمكن فارقه بالذات نسبة التعادلات عنده من الموسم اللي فات نسبة كبيرة جدا بيلعب على النقطة دي التأمين الدفاعي بشكل أكبر من الجزء الهجومي وإن كان طبعا عنده مجموعة من اللعبين اللي بيقدر يستغلوهم في الجزء الهجومي لكن المجموعة مباراة في الموسم اللي فات والموسم ده حتى الآن تعادلات يعني فارقه في المركز الآن في المركز الخامس برصيد خمس نقاط تعدلين ومكسب ويعتبر طبعا يعني في مركز كويس احنا بنتكلم في المركز الخامس وهو بيمشي بالسيستم ده أو السياسة دي وأعتقد أنه هو ده بيبقى على حسب إمكانات اللعيبة اللي عنده على حسب برضو تفكيره وهو كمدرب وده برضو لو مدام بينجح ما فيش مشكلة خالص لأن فيه أندية كتير بتشتغل الشغل ده إنها بتلعب على تأمين الدفاع بشكل قوي جدا جدا ويبقى هجمات مرتدة واستغلال الإمكانات اللي عنده الهجومية من سرعات من تهديف وبالتالي طبعا بتبقى الأمور مختلفة بالنسبة لفرق على الجانب آخر المقاولون العرب يعني في المركز العشر برصيد تلت نقاط تلت تعادلات للمؤولين العرب هما الأكثر يعني إلا إحنا بنتكلم لو فرقوا بتعادلين لا المقاولون العرب تلت تعادلات كانت الشاو غريب المسلم جفات كان المؤولين العرب طبعا كان مهدد بالهبوط السنة دي بيحاول على قد ما يقدر فكرة الخسارة ما تبقاش موجودة في المباريات بيحاول على قد ما يقدر برضو لما النقاط في الدور الأول ثم طبعا أكيد مع تطور الأداء وتطور الشكل بالنسبة للفريق ممكن الوضع يختلف وإحنا قلنا من البداية دوري السنة دي موسم صعب دوري صعب كله مجهز نفسه كل الفرق اللي كانت مهددة السنة اللي فاتت يعني دقت من الشبح ده أو أن أنت ممكن تنزل في أي لحظة وبالتالي طبعا الخبرات الموجودة بتخليهم يبقوا مركزين أكتر في الدور الأول وأنك بتحاول أنك ما تخسرش نقاط كتير في الدور الأول وده اللي بيعملوا المؤولين حتى الآن تلات تعادلات بتلات نقاط حتى الآن بالنسبة للقلون العرب في المركز العشر أقول العرب عنده سيراميكا فارقه في الماتش اللي جاي عنده الإسماعيلي وبالتالي طبعا ماتشات زي ما أقول لكم من ماتش الآخر لكل فريق ماتش صعب شفنا بالأمس رحيل كابتر ربيع سين نتيجة خسارته في ثلاث لقاءات البعض يقول لك الموضوع يعني كان فيه تصرع من إدارة أسوان لكن فيه كل إقدارة وليها تفكرة كل إقدارة وبتفكر وبشكل مختلف التوقيت واللي حصل حاجات كتير جدا ممكن تبقى بيفكروا فيها وبالتالي برضو هل الأيام القادمة والمباريات القادمة من خلال خسارة بعض الفرق ومؤكيد وارد طبعا إن ممكن يبقى فيه رحيل آخر للمدربين هنشوف الأيام القادمة بالنسبة للدور الممتاز وأمور كتيرة جدا بتحصل من خلال المباريات ونتائج المباريات